اشتركوا في القناة فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا قال له ايت الوصايا فقال له يسوع لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد بالزور اكرم اباك وامك واحب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة واحد من القصص الحزينة على فكرة لانه المسيح في اي مكان كان بيسير او كان بيتحرك بيصنع خير ودائما الناس بتتبعه لكن هون منشوف واحد كان في رد فعل معاكس انه بدل ما يتبع المسيح مكتوب مضى حزين لانه كان ذا اموال كثيرة هذه القصة موجودة في البشائر التلاتة في انجيل متى ومرقص ولوقة والسؤال ماذا اعمل لارث الحياة الابدية في انجيل متى مثل ما قرأت السؤال كان ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية في مرقص اصحاح 10 من اي 17 لأي 22 مكتوب ركد واحد وجث له وسأله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية في بشارة تلوقة في الانجيل المقدس اصحاح 18 من اي 18 ل 27 نفس الحدث نفس القصة مكتوب وسأله رئيس قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية لاحظ من الكلمات اللي قرأناها سواء في متى في مرقص في لوقة بتشوف عدة اشياء انه اللي جاء ليسوع المسيح اولا كان الشاب يعني في ريعان الشباب كان غني وكان رئيس لربما رئيس ديني مثل نوكوديموس او رئيس للمجمع بس واضح انه كان يعني جمع تقريبا كل المراكز في عمر مبكر في شخصية واحدة شاب يعني جمع القوة وجمع القيادة باسلوب او بطريقته عندما جاء ليسوع المسيح وطبعا لانه كان رئيس فاذا في يعني شخصية مرموقة يعني بيتمتع في حياة اجتماعية دينية مرموقة ولكن السؤال الاهم اللي بيطرح كل الموضوع هو الحياة الابدية موسيقى